أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير قطاع التعليم في مصر يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة وخلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض مقترح لتطوير النظام التعليمي للثانوية العامة أشار مدبولي إلى أن الدولة تبدل قصار جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية بما يضمن توفير نظام تعليمي متطور يسهم وبشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدا على أن مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة يهدف بالأساس إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب المصري